بحث وزير البترول طارق الملة مع شركة أبسكو السعودية دخل استثماراتها في السوق المصري في مجال تقديم خدماتها المتخصصة في تموين الطائرات بالوقود بالإضافة إلى تجارة زيوت التشحيم وخلال اللقاء أكد الملة أن مصر لديها فرص متميزة للتوسع في مجال تموين الطائرات بالغاز أو عفوا بالوقود خاصة في ظل تعافي النشاط السيحي سواء داخل مصر أو خارجها من جنب أكد المدير التنفيذي للشركة أنها تضع مصر على رأس قائمة أولوياتها للتوسع في أنشطتها بمناطق جديدة حول العالم وأنها تعتزم ضخ استثمارات كبيرة بالسوق المصري خاصة في مجال تموين الطائرات